أيها الباحث الحليم والمحقق الكريم نقطتان لابد لك أن تسلكهما في إخراج مغطوطتك إلى بر الأمان إحداهما أن تبين منهجك في التحقيق فمنهج التحقيق يجب أن يكتبه المحقق في تحقيق مغطوطته وذلك وفق الضوابت التالية أن يقدم انتساخه لنسخة المغطوط من النسخة الأصل يعني يبين أنه قام بنسخ النسخة المغطوطة من الأصل ويقوم بالمقابلة بينها وبين سائر النسخ وطريقته التي اعتمدها في المثل يعني يقول لقد اعتمدت على إخراج النسخة الأصل وهذا هو المتن حرفيا كما ورد بالأصل عند المؤلف وكذلك يقوم ببيان الفوارق بين النسخ الفرعية في الهوامش أو يبين أنه لفق المتن واختار الأصوب من جميع النسخ ووضعه في المتن وأشار للفوارق في الهوامش يعني يذكر منهجه الذي سار عليه في الهامش يقول اعتمدت على الأصل كما هو عند المؤلف أو قمت بالتلفيق بين النسخ المغطوط حتى أيسر على القارئ وأوضح له منهج المؤلف إلى غير ذلك هذا هو منهج التحقيق وكذلك يقوم بضبط لما أشكل من كلمات المتن التي يصعب على القارئ قراءتها أيضا لا بد أن يقوم بحصر الآيات والأحاديث والأقوال التي اعتمدها في تحقيقه ودراسته وأخيرا يقوم المحقق بكتابة المنهج الذي اعتمده عندما يقسمه للنص أو يقسم النص إلى فقرات وأبواب وفصول ومباحث هذه الخطة التي قد شرحناها فيما سبق أيضا يقوم المحقق بإبراز تعليقاته على النص في هامش الصفحة النص هكذا أمامكم يقوم المؤلف المحقق بكتابة تعليقه هو على ما ورد من كليمات أو موضوعات داخل المتن وأيضا يبين لنا كيفية تخريجه للآيات والأحاديث والأمثال والأشعار والأقوال والحكم ويقوم بتوثيق نقول علماء من كتبهم وتعريفه للأعلام والأماكن والبلدان والكتب والمصطلحات الواردة في مؤلفه وكذلك يبين مناقشته للآراء التي قدمها للمؤلف إما أن يوافق المؤلف أو يخالفه فهذا يبرزه في منهجه كذلك وكذلك استدلالاته والبرهن عليها وتوثيقها وكذلك على المحقق أن يقوم بوضع فهارس فنية عامة وخاصة التي أعدها من هذا النص وكذلك يسهل الرجوع إلى هذه ألف هارس حتى يكون القارئ أمام تحفة فنية علمية تعطيه من الأشياء ما يجد فيه نهبته وأخيرا على المحقق في إبراز مرحلته النهائية أن يقوم بكتابة خاتمة هذه الخاتمة تتضمن أشياء لابد أن يحصر فيها الباحث نتائج عمله ويحدد فيها بيان خلاصة ما توصل إليه بعد الجولة الطويلة والذي قضى فيها زمنا طويلا في العمل بمخطوطه أيضا ماذا يقدم هذا الكتاب للناس من فوائد هذا ما ينبغي أن تتضمنه الخطة وكذلك ما هي المميزات التي ينفرد بها هذا المخطوط عما سواه في فنه وأخيرا على الباحث أن يقدم في خاتمته القيمة العلمية والتي تنفرد بها هذه المخطوطة وأهم المسائل التي ذكرها في مخطوطته إلى غير ذلك من أمور تتعلق بالمخطوط وذلك بحدود صفحة أو صفحتين على أكثر حل وأكثر مدى وبهذا عزيزي القارئ عزيزي المحقق أخي الباحث نكون قد وقفنا بك على أهم باب من أبواب البحث وهو التحقيق العلمي بكل ضوابطه ومراحله التي نسأل الله عز وجل أن نكون قد أوقفنا كل باحث على حقائقها وضوابطها ليستفيد منها الباحث والقارئ على حد سواء ولتقدم حلا لمشكلات قد تتعرض للأفراد والجماعات اللهم إني أسألك العون والسند والمغفرة للأخطاء والعفو عن الذنوب